والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة نتحول إلى الزميل مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا ياسر وشكرا سحر أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن دولة تسعى لتطوير منصة أياد مصر لتسويق المنتجات التراثية وتوسيع نطاقها لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب وخلال اجتماع تنصيقي أول لللجنة الوزارية الخاصة بتطوير ودعم المنصة شدد هشام أمنى على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنصة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة لهم بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات والتي يتم تدشينها ومنها منصة أياد مصر الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لا سيما خلال جائحة كورونا أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن شركة العامة للبترول والمملكة بالكامل للدولة تتبوأ حاليا مركزا متقدما في إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية وذلك بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معادلات الإنتاج كأذلك خلال الرئاسة الملة لأعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرنس وقد أوضح للوزير أن الدعم المستمر الذي أولته الوزارة للشركة منذ عام 2016 في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجابا على تطور معادلات إنتاج الشركة كنتيجة لمضاعفة حجم الاستثمارات لعدة مرات وإسناد المناطق الخاصة بالامتياز الجديدة للشركة تراجع الجنيه الاسترليني اليوم إلى أدنى مستوى في 37 عاما مقابل الدولار قبل إعلان وزير المالية البريطاني الجديد والمتوقع لتفاصيل تخفيضات ضريبية ودعم للطاقة بقيمة تقترب من 200 مليار جنيه استرليني هذا ويتوصل هبوط الاسترليني والذي لامس نقطة 1.9 مقابل الدولار متخطيا حاجز 1.1170 للدولار كان هذا الحاجز هو الأدنى مستوى منذ عام 1985 كارابا ارتفاع مؤشر الدولار اليوم مستويات 112 مع انهيار اليورو دون 98 من مئة ليسجل 97 من مئة بعد بيانات سلبية من مؤشرات مدير المشتريات عصفت بالمنطقة ويأتي هذا التراجع الحاد لليورو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية بما ينذر بطول أمد الحرب التي تضرب الاقتصاد الأوروبي بسبب رفعها لأسعار مواد الطاقة والمواد الغذائية أعقب إعلان بوتين إعلان الفدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة لأعلى مستويات منذ عام 2008 إلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين ووسط مخاوف من ركود عالمي هذا وقد انخفضت العقود الأجلة لخام برينت أربعة وثمانية من عشر بالمئة لتصل إلى ستة وثمانين دولار وأحد عشر سنة للبرمين بينما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بخمسة وخمسة من عشر بالمئة إلى ثمانية وسبعين فاصل واحد وتسعين دولار للبرمين هذا وتراجعت أسعار المزوت عالميا بنسبة أربعة وخمسة وثلاثين من مئة بالمئة لتصل إلى ثلاثة فاصل سبعة عشر دولار للليتر الواحد هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة ثلاثة وستة من عشر بالمئة لتسجل ستة وثلاثة وثمانين من مئة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أسواق المعادل النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أبريل عام 2020 وسط تقويد لجاذبية المعدن الأصفر كنتيجة لمخاوف رفع الفائدة وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بواحد وسبعة من عشر بالمئة إلى ألف وستمائة واثنين وأربعين فاصل تسع وسبعين من مئة دولار للأوقية أما محليا فسجل الذهب عيار ثمانية عشر ما قيمته تسعمائة وسبعين جنيه للجرام الواحد وسجل الذهب عيار واحد وعشرين ألف ومئة وأربعين جنيه للجرام الواحد في حين سجل عيار أربع وعشرين ما قيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة جنيهات ووصل سعر الجنيه الذهب إلى تسعة ألاف ومئة وعشرين جنيه سجل المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي أدنى مستوى له في نحو عامين اليوم ليكسر بذلك الهبوط الأكبر الذي سجل في يونيو الماضي وذلك بعد مخاوف من احتمال حدوث رقود اقتصادي جراء زيادات الحادة في أسعار الفائدة رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت صابت من هذا الأسبوع وتعهد بالاستمرار في سياسته المتشددة حتى يتم وضع التضخم تحت السيطرة ترجعت معظم مؤشرات البرصات الأوروبية في ختام تداولات اليوم وخسر الألمانية داكس مؤشر نحو 1.9% وكذلك ترجع مؤشر الفرنسي تي اي سي 2.3% وأغلق فاتس مؤشر بريطاني على خسائر بنحو 1.9% وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نتادي الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة أساد السنة